فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى طيب هذا اليوم كان كما قلنا في ليلة القدر مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى لكن في أي ليلة كان في ورط حديث في مسند أبي يعلى عن واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن في هذا الحديث الواسلة ابن الأسقع لا معزرة ده في مسند أحمد معزرة في مسند أحمد واختلف أهل العلم في الحكم عليه لكن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بشواهده عن واسلة ابن الأسقع قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من رمضان وإن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام لست خلت من رمضان وإن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام لثلاث عشر يوما خلت من رمضان وأن القرآن أنزل علي لأربع وعشرين خلت أو خلون من رمضان إذن هذا الحديث فيه أن صحف إبراهيم عليه السلام وأن التوراة على موسى عليه السلام وأن الإنجيل على عيسى عليه السلام وأن القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام كل هذا نزل في شهر رمضان لذا وجدنا أن بعض الصحابة ذهب إلى أن ليلة القدر هي في الرابع والعشرين من رمضان يعني جمعا بين أنها في الوطر يكون في ليلة الخامسة يوم الرابع والعشرين في ليلة الخامسة وعشرين وإن كان جاء عن بعض الصحابة أنها في ليلة الرابع والعشرين من رمضان وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا يوم الاثنين هذا وحسبها المبارك فوري في الرحيق المختوم حسبها حسابا بالحساب وهذا اليوم كان متى وفي شهر رمضان وكذا فوصل إلى أنه كان في ليلة الحادي والعشرين من رمضان الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي في يوم الاثنين يقينا للحديث الذي ذكرناه وفي رمضان يقينا للآيات التي ذكرناها من كتاب الله سبحانه وتعالى